وادي الهجمة وادي الجول واول كورة في احداث اللقاء هدف اول للنادي الالي مع الدقايق الاولى مع اول ثلاث دقايق مازن يلعب ويعلق ضربة الراس جول 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 صورة بالكربون يلعبها مازن للعب رافض المتمرس قررة تانية بالخير واقل يا والد 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 هدف رائع من الولب محمد واقل واخدى وان توتش لكريم واقل يسندا مرة تانية عدد حط يا راجل حط يا راجل جول 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 ميدو سامة اهدف حلوة في مباراة الاهل الجونة لكن عايزة توقف عند الهدف التالت يا ريت مخرجنا محمد دكروري يعرضينا الهدف التالت اللي احرزه محمد واقل هدف حل وهدف ملعوب وهدف فيه زكاء وفيه سرعة بديهة من اللاعب محمد واقل كرة طويلة من تحت مدافع الجونة بيطلعها هو النهاردة محضر نفسه على اللمسة الوحدة هنا زكاء اللاعب والمهارة العالية في تزديد الكرة وكمان راح في الزاوية البعيدة على الشمال حارس مرمى الجونة هدف من الهدف الحلوة يا ريت نعرضه نشوفها بعضي تاني هنا الكرة ابتدت من تحت كرة طويلة زي ما قول لحضراتكم مدافع الجونة بيطلع هنا تحضيره للكرة انه بيعدل جسمه انه يلعب اللمسة من كرة هدف عامل زي بتاع محمد ابوتريكا في نهاية افريقا في مباراة الصفاكس هدف من الهدف الحلوة كل التوفيق لمحمد واقل وكل اللاعبي فريق 2003 دي كانت اهداف اللقاء